زيكو شباب اهلا بيكو في حلقة جديدة من جيمز تو ايشب فيديو النهاردة هنتكلم عن الاشخاص الاغبية اللي بتقفشوا وهم بيغشوا في الالعاب طبعا انتو عارفين ان انا من اكبر كاريين الغشاشين وبناء على ذلك بيتم دعسهم النهاردة والزبايا ان اللي معانا هم كانوا بيغشوا في الالعاب عموما وكانوا عاملين فيها من بينها وطبعا لما كان الغش بيننا من غشانا فليس منه بس قبل نبدأ ونشوفهم كده عايزك كده نكبر القناة وتعمل لايك وشير وسبسكرايب يا ريت حاجة هتاخد منك ديئة عملت خلاص السبسكرايب يلا بينا نبدأ الفيديو لاتس جو نبدأ بمرتبة رقم 5 معانا غشاش من لعبة سي اس جو كان فيه فريق اسمه اي اس بي ده كان مشارك في مسابقة عماتن كونتي سترايك وفجأة عضو من اعضاء الفريق اعتذر ومشاركش في البطولة المهم الفريق قرر يجيب واحد يشارك معهم في البطولة بدل صاحبنا الاعتذر والناس اللي كانوا حضرين الباس المباشر ما كانوا متوقعين ان الشخص ده يعمل كل الكلام اللي هتشوفو دلوك من الاخر هما شافو ان هو كان بيكاري تيم او هو اللي كان شايلهم اصلا وبيعمل حاجات بجد رهيبة جدا وبيبهدن الناس التانية كل الناس اللي في الباس المباشر استغربوا اللاعب الولد دوت لانه ما كانش طبيعي فعلا المهم اللاعب ده اسمه فلاكس والناس قاعدوا يقولوا ان هو غشاش اكيد ده مش حاجة طبيعية واثنالما البطولة دي كان بيتم بثها على تويتش الشركة ردت على الناس وقادت مستحيل يكون هكت لانا عندنا نظام حماية قوي جدا والبطولة دي كانت اونلاين كمان من البيت مش بس مع الوقت الناس اللي عاملين البطولة اقتدوا فان هما كمان يشوكوا فيه وخرروا بقى ساعت ان هما يعملوا تحققات مشداد على اللاعب ده بالذات وفعلا اكتشفوا انه كان بيستخدم برنامج خافي بيخلينا هو يجيب وان تاب بدون ما يتعب نفسه اضطرد على طول من البطولة فطبعا فريق اس بي اضطرد من البطولة وخده بان مدى الحياة ان هما مشاركوش في البطولات تاني في حياتهم والفريق نفسه اتواصل معهم ملومة ان احنا ملناش زنب انا اصلا كنا نقصين واحد وكلمنا شخص عشوائي يشارك معنا وهو الرهم الدلائق اللي بيثبته الكلام دوت والشركة فعلا شايت البان من الفريق بس اللاعب اللي اسمه فليكس خد بان مدى الحياة انا عنافسي حاسس ان الموضوع ده فيه انه شوية وممكن يكون الفريق ده طبخ القصة دي كلها عشان اهو تقفشوا يقرفوا يخرجوا منها طيب نيجي بقى لمرتابة الرابعة معنا غشاش تاني برضو من لعبة CSGO بس اللي معنا المراضي دوت هو غشاشة بش غشاشة ودي صورتها اللي يلاقيها يكلمها ويعملي كومنت هيبقى عوضوا معنا في شرطة الدعس الدولي الشخصية دي اسمها مسيكو جيمانعي دي هوات عمتا في الحياة انها تلعب وتعمل لايف ستريم على تويتش طبعا البنت دي كانت مشغلة هاكر ومحدش روخ باله لحد ما هي فضحت نفسها بنفسها ومن لان فجأة الهاكر اشتغل في الباس المباشر وكل الناس شافته حد طبعا هيجي يقول لي ازاي هي بتلعب بهاك عمتا وفي باس المباشر مش ظهر الهاك دوت فيه اجابة بيدهية طبعا بس نعتذر للناس اللي عارفة المعلومة دي لكن المعرفهاش زي ما انتو شايفين في برنامج بتاع الاستريم ممكن تختار الباس يبقى للعبة الوحدها او ممكن تخلي الباس نفسه يبقى على الجهاز بالكامل فالمثال ده اللي حصل مع البنت بالضبط نسيت انها بتصور الجهاز بالكامل لعبة الوحدها المهم البنت شافت تعليقات الناس بتجتمها وبيتقول لها ان كنت غشاشة ومشغلة هاكر وهي عمت عبيطة وبتقول لهم ده مجهودي بش زامبي ان انا لعبة محترفة وهي بش عارفة انها محددة الكابشر اسرع على الويندوز مش على الجيم شوف انت بتثبتي ايه بالضبط طب بصي بصة تابع الاو بي اس اللي انت مشغاليه عشان تشوف انت مفتحة ايه بالضبط للناس المهم لما بصت لقت نفسها بتبس اللعبة بالهاكر فاتخضت وحاولت تمالك نفسها وقلت ايه ده ايه ده هتلاقي كلارا اختي هي اللي عملت كده انا هقولها ما تعملش كده تاني تلاقي كمان بش بس غابية لا هي كمان بتلبس اختها وهي اصلا متلبسة قدام الناس طبعا خدت بان من تويتش ومعرفتش تعمل بس تاني مباشر خالص ومن ساعتها كل الناس كرهتها نخش بقع المرتبة التالتة معانا وهو غشاش بس المرة دي مش من لعبة بقى سي اس جو هنخش على هارستون وطورين اللعبة دي زي منتو عارفين بليزرد ويعني هي لعبة معروفة جدا كل الناس بتحبها المهم هي طبعا معروفة جدا برضو بالمسابقات الكبيرة اللي هي بتعملها عشان تسوق للعباتهم الجديدة وفعلا اللعبة كانت حلوة وكان فيها مشاركين كتير بس من ضمن الشروط انك انت لازم تعمل بس مباشر عشان الشركة تتأكد انك انت اللي بتلعب مش شخص تاني المهم في شخص من كندا اسم هوست جيمير صراحة الشخص ده هديله جايزة نوبل في الغباء يعني لان الغباء اسوأ من هو يكون غشاش بس الشخص دوت كان بلعب على شاشتين شاشة للجيم بلاي بتاعته والشاشة التانية فاتح فيها البس المباشر بتاع اللعب التاني يعني هو شايف لأوراق بتاعت اللعب اللي قدامه بصراحة حركة زكية وكل حاجة بس اكتشف بطريقة سازجة جدا المرايا اللي وراد زي 120 في ظهره مبينة هو جاي بالبس بتاع اللعب القصاده المهم الشخص ده فعلا كسب المسابقة بعد ما كسب الشركة رجعت البس تاني ولو انه هو فعلا كان بيغش عن طريق شاشة تانية وتم سحب الجايزة بنجاح وهو حاليا ممنوع من مشاركة اي بطولة تانية ويبقى سلمني على المرايا نخش على المرتبة التانية معانا وهو غشاش من لعبة اوفر ووتش ودي نفس اللعبة اللي تمتلكها شركة بليزرد اللي لسه متكلمين عليها دلوقتي الغشاش اللي معانا ده اسمه كوديكس من كوريا الجنوبية وكان حلم هو يبقى مغني وراقص بس فشل وقرر ان هو يحترف ألعاب الإلكترونية وخد بيها شهادة من الجامعة وبقى من ضمن أفضل 200 لعب في العالم في لعبة اوفر ووتش الشخص ده مشهور جدا في كوريا بالمناسبة وعنده متابعين كتير جدا زينا جدا المهم الشخص ده كان طالع بث مباشر بس كان على وشك الخسارة فماقدرش ان هو يتقبل فكرة ان هو ممكن يخسر انا ما عرفش ليه طب هو اكبر اللاعبين بيخسروا عادي خلص كريسيانو رونالدو خسر من كاس العالم عادي بس المعلم ده سمع كلام شيطانه وقرر ان هو يشغل الهاك على اخر دقيقة قبل الخسارة وفجأ الناس ابتدت تلاحظ ان ايمه بقى غريب وعارفوا ان هو مشغل برنامج هاكر فالناس فضلت تهاجمه وتقوله انك انت بتهاك وغشاش روح لعب سوبر ماريو طبعا الاستاذ كوديكس ده قال له من انا بقالي شهور بلعب بفضل مجهود دوت بقت من ضمن قبل 200 لعبه وعمل طبعا فيها شجاعة وكلام دوت وبعدها دخل جيم تاني وكان بيتمتع باجواء اللعبة النظيف الطاهر وفجأة قدام الناس لقى نفسه جاله بان ودخل الاكاونت التاني لقى نفسه بان مدى الحياة نخش على المرتبة الاولى معانا المرة دي فريقين بحالهم تلعوا من المونة بلا حمص شركة رياد جيمز كانت عاملة مسابقة للعبة من الالعبها وهي لعبة ليجو فليجنز سبعا وكان في فريقين هيواجه بعض في الفاينالز واللي هيكسب فيهم هياخد جايزة بقيمة 50 الف دولار على ما تذكر والغريب ان المسابقة كان ممكن تخلص تعادل والجايزة تتقسم بين الفريقين ولازم كان فريق منهم يكسب عشان يخلق فلوز كلها المهم الفريقين اتفقوا مع بعض ان هما ينهوا المباراة بتعادل ونظام ان هما يترادوا بعض وكلام دوت بحيث ان الاثنين يتقسم عليهم الفلوس ويبقى زال فل وده عن طريق ان هيلعبوا بطريقة معينة عشان الجيم يخلص تعادل بس المفروض في الحالة دي المبلغ يتوزع على الفريقين بس للاسف ده ما حصلش لان الشركة عارفت الموضوع وطبعا الفريقين محدش فيما اخد الفلوس واللي اتنين اخدوا بان فكتت فضيحة كبيرة جدا عشان هم عملوا فيهم اسكه من الشركة اللي شغالة ونفس الكلام بالزبط يتقال على لاعب اسمه جينديال الاستاذ اللي بقول اسمه دوت ده اول ما نخترع فكرة الدي دوس او بمعنى اخر اول ما نفكر ان هو يخلي اللعيب او الفرقة عموما لقدامه يعلق الكونيكشن عندهم او الاتصال عشان من الاخر يلتش لهم ويقدر يموتهم بمزاك في بعض الثواني طبعا هو عبقاري وده بالمناسبة يعتبر الهاكر الحقيقي الوحيد لمعانا الباقي كله غشاش او بيستخدم برامج هاك لكن ده هاكر هاكر فعلا طيب عمل ازاي الحوار دوت العبقاري بقى استخدم برنامج سكايب ايوه زي ما سمعت كده ساعتها البرنامج ده كان حمايته في الزلفات من الاخر بمغرد ساعتك وتكتب اسم الاي دي بتاع اللاعب نفسه في الجيم بتلاقي غالبا على طول فيه ماتش لليوزر نيم بتاع السكايب من هنا بيقدر ان هو يعمل هاكينج ويخش على السكايب بتاعه ويجيب الاي بي ادرس بتاع الشخص دوت طبعا بيجيب كل حاجة على الجهاز بتاعه وشكرا بيقعد بقى يلعب بالشبكة النت بتاع الشخص التاني ويعمل دي دوس المتين وتلاقي كله وقف وهو بيكسب عادي خالص لغاية طبعا ما تقفش وتعرف كل حاجة عنه وتبند هو كمان للأبد بس ده كده يا جماعة انا تم القضاء على الغشاشين بنجاح ولولنا في التعليقات من اقتر غشاش عاماتنا كان غبي ما تنسوش لايك وسبسكرايب لو عجبكم الفيديو ويلا سييون دي ناكست فيديو ترجمة نانسي قنقر